بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة أود أن أتأمل معكم معجزة عددية في القرآن في آخر سورة نزلت من القرآن ونراها أمامنا ونعدها حرفا حرفا لأن بعض الأحبة يشككون بنتائج الإعجاز العددي اليوم سنكتب معا سورة النصر وهي آخر سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر هذا النبي 63 سنة هذه السورة نزلت لتبين لنا أن أجل النبي قد اقترب وبعض الصحابة الكرام أدركوا هذا الأمر واعتبروا أن سورة النصر هي إشارة إلى أن هذه آخر سنة من السنوات التي سيعيشها النبي الثلاثة والستين النبي عاش 63 سنة والنبي اسمه في القرآن اسمه محمد رسول الله هذا هو اسم النبي في القرآن محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم هنا نحن قمنا بعد حروف محمد رسول الله طبعا سنشرح الآن فقط أنا أعطيكم الفكرة ثم نرى أمامنا حرفا حرفا نعد لكي نرى المعجزة تتجلى أمامنا أيها الأحبة في كل القرآن القرآن يتألف من 114 سورة عددنا حروف محمد رسول الله في كل القرآن في كل سور القرآن هذه هي السورة الوحيدة التي عدد حروف محمد رسول الله فيها نفس عمر النبي عندما نزلت عليه هذه السورة أي 63 عندما نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا عندما نزلت هذه السورة كان عمر النبي 63 سنة وبعدها نزلت آيات قليلة من القرآن ثم توفي وانتقل إلى الرفق العلى صلى الله عليه وآله وسلم إذن أنا الآن سأقوم بعد حروف محمد رسول الله في سورة الفتح في سورة النصر عفوا دعونا نكتب هذه السورة أولا يعني هنا نحن إذا كتبنا إذا جاء طبعا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه إذن هذه الآية الأولى الثانية الثالثة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم إذن أيها الأحبة دعوني الآن أنا لدي عبارة العبارة هي محمد رسول الله انظروا أيها الأحبة هنا إذا سمحتم العبارة هي محمد رسول الله طبعا أنا أريد أن أكتب بخط يعني أكثر وضوحا خط ربما يكون غير واضح محمد رسول الله انتبهوا معي أحبة في الله أنا لدي هنا عبارة محمد الرسول الله 12 حرف لدي حرف الميم الحاء الميم الدال الراء السين الواو اللام الألف لام لام ها نريد أن نعد كم حرف ميم في سورة الفتح ونضع تحت حرف الميم قيمة هذا الحرف يعني القيمة العددية لحرف الميم كم دعونا نعد حرف الميم ونحدد أينما وجدنا حرف ميم نقوم بتحديده يعني هنا إذا جاء نصر الله والفتح ليس فيها ميم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لا يوجد ميم فسبح بحمد الميم هنا إذن هذه أول ميم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب إذا لدينا ميم واحدة فقط إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب إذن أنا هنا حرف الميم هنا أيها الأحبة تأخذ الرقم واحد ولدي هنا ميم أيضا تأخذ الرقم واحد إذن هذه الميم واحد وهذه الميم واحد أيضا الحاء انظروا أيها الأحبة إذا جاء نصر الله والفتح هذه أول حاء هنا إذن هذه أول حاء رقم واحد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدي إذن هذه الحاء هي الثانية وهذه الحاء الثالثة إذن اثنين ثلاثة واستغفره إنه كان تواب إذن أنا حرف الميم لدي هو الثلاثة حرف الحاء عفوا محمد الدال كم حرف دعونا نعد طبعا أنا يعني عددت هذا الكلام وأعرفه ولكن هناك من يعني يحب أن يرى بنفسه حرفا حرفا لنتأكد يعني حرف الدال أحبتي في الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون هذا هو حرف الدال الأول دعوني استخدم لون آخر فقط لي يعني يكون أمر أوضح إذن يدخلون هنا رقمها واحد هذه هو حرف الدال في ديني الدال هنا اثنين الله أفواجا فسبح بحمدي الدال هنا ثلاثة ربك واستغفره إنه كان تواب إذن حرف الدال ذكر ثلاث مرات حرف الدال ثلاث مرات في هذه الصورة نتابع الراء كم مرة ذكر دعونا نعد حرف الراء إذا جاء نصر نصر واحد ممكن نستخدم لون آخر هنا نصر إذن هذه نصر هذا هو حرف الراء الأول هنا الله والفتح ورأيت الراء هنا رقمها اثنين ناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدي ربك الراء هنا ثلاثة واستغفره الراء هنا أربعة إنه كان تواب إذن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدي ربك واستغفره إنه كان تواب أربعة راء إذن الراء أربعة هنا الراء أربعة السين كم واحد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إذن هذا حرف سين يدخلون في دين الله أفواجا فسبح هنا حرف سين رقم اثنين لحمدي ربك واستغفره ثلاثة إنه كان توابع إذن السين ثلاثة أيضا مجموعة السين في السورة كلها ثلاثة أحرف فقط حرف السين ذكر ثلاث مرات فقط أيها الأحبة طبعا نحن وضعنا برنامج إحصاء القرآن يستطيع أي واحد أن يتأكد من هذه الحروف لدينا هنا أيها الأحبة حرف الواو سنعد كم حرف واو في السورة إذا جاء نصر الله والفتح هذا رقم واحد ورأيت اثنين الناس يدخلون ثلاثة إذن أصبح لدينا واحد اثنان ثلاثة ثلاثة واو في دين الله أفواجا هنا أربعة واو أربعة فسبح بحمد ربك واستغفره إذن هنا خمسة إنه كان توابا ستة إذن حرف الواو تكرر ست مرات طيب نضع هنا ستة اللام كم مرة تكرر دعونا نعد اللام بسرعة من دون أن نكتب الأرقام لأن اللام تكرر تقريبا سبع مرات هنا أيها الأحبة إذا جاء نصر الله إذن اللام أولى واللام الثانية والفتح ثلاثة هنا اللام وهنا لامين ورأيت الناس اللام هنا رقمها أربعة يدخلون اللام هنا خمسة في دين الله ستة سبعة أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذن لدينا سبعة أحرف لام إذن وهنا أيضا لدينا الله الألف كم مرة تكررت انظروا ما أيها الأحبة سأعد بسرعة استخدم لون آخر فقط يعني لسهولة الأمر هذا واحد اثنان ثلاثة ألف واحد اثنان ثلاثة أربعة هنا خمسة ستة ورأيت ورأيت الألف هنا ستة الناس سبعة يدخلون في دين الله ثمانية الألف هنا ثمانية أفواجا تسعة عشرة أحد عشر بحمد ربك واستغفره ناش إنه تلتعاش كان أربعطعاش آآ توابة خمستعاش دعونا نعد من الأول إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هنا الألف هنا سبعة وهنا ثمانية والألف هنا تسعة وهنا عشرة وهنا أحد عشر اثنى عشر وهنا تلتعاش وهنا أربعطعاش خمستعاش ستعاش سبتعاش إذن لدينا حرف الألف ذكر سبتعاش مرة وقلنا اللام كم مرة اللام سبعة إذن هذه اللام سبعة وهذه اللام سبعة بقي حرف الهاء دعونا نعد حرف الهاء إذا جاء نصر الله الهاء هنا سأبحث عن لون مختلف إذن إذا جاء نصر الله هذه الهاء رقمها واحد والفتح والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله الهاء هنا رقمها اثنين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ثلاثة إنه أربعة كان توابا لاحظوا خرف الهاء كله يعود على الله سبحانه وتعالى يعني أنا أول مرة ألاحظ هذه الملاحظة يعني هنا الهاء اسم الله والهاء هنا اسم الله وهنا إنه استغفره الهاء تعود على الله وإنه الله يعني يعني الهاءات كلها خاصة بالله وذكرت أربع مرات طيب إذن أصبح لدينا حرف الميم مرة إذن حرف الميم ذكر مرة واحدة فقط أيها الأحبة في هذه السورة المباركة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توامن طيب أصبح لدي الآن هنا أحبة في الله هذه العبارة هذه العبارة هنا محمد رسول الله كل حرف من هذه الحروف تكرر بنسبة محددة في آخر سورة نزلت على النبي طيب كم عدد هذه الحروف حروف عبارة محمد رسول الله إذن أيها الأحبة كل حرف من حروف محمد رسول الله تكرر في سورة النصر التي هي آخر سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة تكررت بنسبة محددة دعونا نجمع هذه الأرقام واحد هنا طبعا هنا واحد وثلاثة كم أربعة وهذا الواحد خمسة وثلاثة ثمانية زائد أربعة اثنى عشر زائد ثلاثة خمسة عشر زائد ستة واحد وعشرين زائد سبعة تمانا وعشرين طيب إذن تمانا وعشرين هنا سبعة عشر إذن هنا دعونا نكتب كل محمد عليه الصلاة والسلام واحد واحد اثنان وثلاثة خمسة وثلاثة ثمانية هنا ثمانية محمد رسوله أربعة وستة عشر وعشر عشرين رسوله عشرين إذن مجموع ثمانا وعشرين الله تعالى سبطعش وسبعة أربعة وعشرين وسبعة واحد وثلاثين وأربعة خمسة وثلاثين طيب خمسة وثلاثين زائد عشرين خمسة وخمسين زائد ثمانية تلاتة وستين إذن مجموع حروف محمد رسول الله هو تلاتة وستين مجموع حروف محمد رسول الله في سورة النصر هنا يساوي تلاتة وستين طيب ما هو العدد تلاتة وستين؟ هو عمر النبي عندما نزلت عليه هذه السورة المباركة إذن أيها الأحبة هنا عندما نرى كيف تتداخل الأرقام مع اللغة يعني هذه السورة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح وبالفعل رأى الفتح ورأى النصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه إذن اكتمل الدين فسبح بحمد ربك فكل الإضافات التي جاءت بعد النبي على هذا الدين لا أصل لها انتهى بنزول هذه السورة وبنزول آية اليوم أكملت لكم دينكم وآخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اكتمل الدين فكل الروايات التي نسجت بعد موت النبي والأحداث كلها ليس لها أي قيمة أمام هذا القرآن لأنها أحداث تاريخية هذا قتل هذا وهذا أخطأ بحق هذا أنا ليست مهمتي أنا الذي يعنيني كلام الله اليوم أكملت لكم دين اكتمل الدين تهى الأمر لا داعي للإضافات التي جاءت لاحقا وأنشأت هذه الفرق الإسلامية للأسف فهنا أيها الأحبة أنا أريد أن أطرح سؤالا دقيقا يعني انظروا حروف محمد رسول الله مجموع هذه الحروف في سورة النصر هو 63 نفس عمر النبي عندما نزلت عليه هذه السورة وختم بها القرآن آخر سورة كاملة نزلت من القرآن هل النبي كان يعلم أجله لا أحد يستطيع أن يعلم أجله هل النبي هو الذي وضع هذه الأرقام ليبهرنا لا طيب نحن طبقنا هذا القانون على كل القرآن فقط هذه السورة التي فيها حروف محمد رسول الله 63 كل سور القرآن لا تتحقق فيها هذه المعادلة ولا حتى مضاعفات 63 يعني ليس العدد لا 63 ولا مضاعفات إذن أنا هنا أمام معجزة مادية ملموسة يوجد مثلها الآلاف في القرآن الآلاف المعجزات موجودة في القرآن أيها الأحبة أختم بمعجزة يعني طبعا يصعب شرحها الآن ولكن بكلمات قليلة نحن بحثنا عن حروف محمد في القرآن كله أقصد في سور القرآن 114 لم نجد إلا سورة محمد يكون فيها عدد حروف محمد مضاعفات 63 63 في ثمانية عدد أبواب الجنة إذن يعني وفي سورة محمد لا يذكر اسم محمد الرسول الله مثلا يذكر اسم محمد فقط آمنوا بما نزل على محمد فقط لا يوجد لقب لذلك اسم محمد هنا حروف محمد لو عددناها بنفس الطريقة نجد أنها تساوي 504 يعني 63 مضروبا في ثمانية إذن عندما نرى بأن القرآن مليء بهذه المعجزات لابد أن ندرك أحبتي في الله أنه أولا لم يحرف وأن هذا القرآن وصلنا كما أنزله الله سبحانه وتعالى والدين مكتمل لسنا بحاجة لرواية تاريخية وأكاذيب إلى آخره نحن لدينا القرآن وفيه كل شيء تبيانا ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهذه المعجزات تشهد أن هذا النبي صادق في دعوته وهذه معجزات تتجلى اليوم في القرن الحادي والعشرين تخاطبنا بلغة الأرقام لندرك أن هذا القرآن لا يمكن الإتيام بمثله يعني هل يستطيع أحد أن يؤلف سورة ويضع حروف اسمه بحيث تتناسب مع عمره مثلا وقلت لكم هناك آلاف النتائج الشبيهة والأقوى من هذه أيضا والأكثر إبهارا تتعلق بالعدد 63 ولكن أنا فقط أحببت اليوم أن أفصل لكم هذه المعجزة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من يشاهد ويرى ويسمع هذا الإعجاز المبهر وأن ينفعنا به يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر